بس اقصوا هنا تارجة الزمالك وتارجة الاهلي دور الابطال طرح انه لازم يبقى الزمالك يرجع منافس قوي على الدوري تاب اخر سنة برامة زورة كان ينافس الاهلي على الدوري فالطبيعة الزمالك لازم يبني من النقطة دي ما تبقاش دي نقطة النهاية يعني او ده البيك بتاع ده طب الفرحة يعني انه انت لازم تكون دي انطلاقة لان الزمالك يستعيد مكانتو في الدوري واحنا كلنا كناس متابعين او جمهور او محبيل الكرة المصرية هو الاهلي وزمالك الكرة ملهاش طعم يعني المطش ده بقاش له هذا الطعم ايه لما اهلي وزمالك كل المكان اللي المطش ده خده لانه اهلي وزمالك يعني لو اهلي وداد او زمالك ورجاء او الاهلي وبيرامدز او الزمالك وبيرامدز او الاهلي والهلال السوداني او اي او الترجي او الزمالك مع اي لا يمكنك هنأياخد واحد على عشرة من القيمة الحقيقية فإيسان الكرة في مصر وأفريقيا أهل وزمالك فالزمالك أنا بقول رأيي إنه لازم يبني إنه يرجع تاني منافس قوى على الدور الزمالك خسرت الدورة في 19 نقطة ده مكلم لا يليق يبقى دي نقطة انطلاق يبقى دي نقطة الحقيقية اللي عيب تفهم أنت بدأت تستعيد الأول خطوة في استعادة مكانة الزمالك الحقيقية وأنك تلعب دورة أبطال أفريقيا ده المكان الطبيعي للأهل والزمالك طول عمرهم بيتنافسه وبيلعبه في دورة أبطال أفريقيا أو بتنافسه على الدورة والكلام ده الزمالك بالمطش ده كسب السوبر وعمل في نفسه حاجة هي حلوة بس هي هو سيف هيفضل يهدد نادي الزمالك طول الموسم تكسبت بطل دورة أبطال أفريقيا كسبته في الملعب أيا كان بقى حالته أيا كان حالة الأهل كان في حالته مش في حالته تكسبت البطل دورة أبطال أفريقيا فإحنا كنا السنة اللي فاتت كنا كل شويا نقول أصل قفل باب القيد أصل المجلس جيه وفي مشاكل أصل في نواقص في المش عارف إيه أصل في لعي انتك سبت بطل دورة أبطال أفريقيا في مطش كنت فيه الأفضل فنية تكسرت أي مطش انت لعبت مطش تكتيكي على أفضل ما يكون لعبتك كلهم في الملعب الحداشر والإحتياط اللي نزل هو اللي تجسبك على أفضل ما يكون الحارس اللي كان ماشي محمد عواد من كم إزبوك دخل منتخب مصر صد رقل الجزاء وتقلق وعمل كل حاجة خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم عبدالله السعيد كان نجم زيزو نجم دونجا نجم نصر منس اللي كان في التلاجة نزل رجعت للمباراة وتقلق كل تفاصيل الزمالك الفنية بتخلي ما فيش عذر ممكن جماهير الزمالك تقدر تدهوله الموسم الجاي انت داخل تنافس على الدوري مش بس تنافس تداخل مطلوب ما انك تكسب دوري ما انتك سبت الأهل هتكسب يعني ايه السقف اللي ممكن يقابلك تاني انت بتكلم عن الجمهور من اللي يقبل دلوقتي الا المنافس على كل المطلوب جمهور ومتابعين وكل انت الزمالك ما تدينيش عوز رايما كابتن حسين لبيب بيتكلم وقضاء المجلس بتتكلم ان الزمالك طبعا الزمالك حاجة كبيرة وكل حاجة واثبت ده في المباراة بس دي مسئولية بقت على اللعيبة على الجهاز الفني بقت على المجلس ممنوع الاعظار خلاص الموضوع منتهي ودي حاجة كويسة لانه الزمالك لازم يتحط في المكان او يحط نفسه في المكان اللي يستحق وانا بصراحة بيعجبني حاجة في جمهور الزمالك وبيعجبني حاجة في جمهور الاهل جبني في جمهور الزمالك كزي ما رسول بقاليك قال انه بيعرف يفرح بصراحة يعني جماهير الزمالك بتعرف تفرح كوي يعني بتعرف تبسط نفسها من اقل الحاجات الاعظم الانتصارات بتعرف طول الوقت هي بتعرف بتعرف تلمع المكسب ايا كانت بطولة كبيرة بطولة صويرة دي حاجة كويسة جمهور الاهلي مش كده بس جمهور الاهلي في حاجة تانية مميز جمهور الاهلي ما بيعرفش يفرح ودي حاجة ممكن تكون سلبية عنده يبقى كسبان دوري ابطال افريقيا يخلص ساعة ويقول لك او اعتاد الفرح ما هي دي المشكلة انه اعتاد الفرح فبقى بالنسبة له ايه دوري ابطال افريقيا تمام احنا قدينه مثلا 12-11 مرة قبل كده طب ايه ما احنا عندنا كاس العالم الاندية ليه برونزية كاس العالم ما نلعب في final تبقى مثلا خسران من بالميرس ولا فلومينينزي لعيبك من ريال مدريد تبقى كاتت اتنين واحد احنا المفروض نتعادل ايه نخسر اربع ليه ده اليو ديانج ميشي من الاهلي عشان مطش ريال مدريد يعني تخيل بلعب احسن خط وسط في العالم فميشي من الاهلي عشان ما كانش عاجب الجاز الفني في مطش ريال مدريد ما بتتنزلش يعني لو في مشكلة صغيرة قبر ممكن يكون الموضوع خسرت نزى مالك في السوب تمام مطش قمة طبيعي انك تزعل بس ده بيدخل يسلخ جمهير الاهلي بتدخل تسلخ اللعب او الجهاز والاقدارة كله تهاجم من اول كابتن محمود الخطيب لحد اصغر واحد في النادي كله تعرض للانتقادات الحاجات دي الحالة دي هي اللي بتوقف الاهلي على رجليه بسرعة بيحط الكل على نار فتلاقي الادارة بسرعة حركته ده وده حاجة محترمة ان الادارة بتحس بالازمة ازاي ما هو انت انت كاداري هتحس بالازمة ازاي لما تحس بعدها من الرضا اصلا الاندية او كرة دي تعملت ليه مش لامتاع الجمهور والارضاء الجمهور فانت لما بتحس ان جمهورك مش راضي عنك فانت لازم تصلح الاوضاع فالادارة حست ان فيه مصيب ان ما الاهلي خسر السوبر سنة اللي فات وبالمناسبة كان دي حالة الجماهير بعد المطش برضو فبعده كله فاق كله تحط على التراك كله من نار الاهلي خاد كله البطولات ده حلو في جماهير الاهلي الصراحة وده حصل جارة الاهلي اتحركت وخدت قرارات جابه مدير رياضي وده حاجة بالمناسبة محترمة جدا انا مبسوط ان الاهلي بقى فيه مسمى مدير رياضي هنخش على الاهلي والمسمى والقرارات اللي اتخذت بس اشتركوا في القناة